سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملو الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قضيتنا أو لتعوذن في ملتنا قال أولوكم آكارهين قد افترين على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إن مجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسيع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنتخير الفاتحين فقال الملو الذين كفروا من قومه لين اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون فقدتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتبين الذين كتبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كتبوا شعيبا كانوهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفعون وقالوا قد مس أباء نضر الله وصرواه فأخذناهم بغطة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ولفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهنائلون أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاهم وهم يلعبون أفامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا قوم خاسرون أولم يهدن الذين يرثون الرضا من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بدنوبهم ونطبعوا على قلوبهم فأخذنا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافين وما وجدنا لأكثرهم من عهدهم وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثناها من بعدهم نوسى بآياتنا إذا فرعون عمليه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إنه رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي ولي إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادثين فأبقى أعصاب فيذا هي ذوبا مبين ونزع يده فيذا هي بيضاء للناظرين قال الملعو من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجل واخاتوا أرسلك المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحر أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي أعصاب فيذا هي تلقف ما يأفكون فواقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فأغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فلعون وآمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبان لكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال البناء من قوم فرعون أتذروا موسى وقومه ليفسدوا في العضي ويدرق وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوق المطاهرون قالوا موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأوضر الله يولدها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينهم بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلقكم في العضي فيهم ونظر كيف تعمدون ولا قد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقصهم من الثمرات لعلهم يتذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصدهم سيئة ويطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية اللي تسعرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدمايات المفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولم ما وقع عليهم المجز قالوا يا موسى دعنا ربك بما عيدا عندك فإن كشفت عن الرجز لنبنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا بالهم فأضرقناهم في اليوم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل لما صبروا ودمرنا ما كان يصنع في العلم قومه وما كانوا يعليشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قومه يعكفون على أصنام الله قالوا يا موسى جعلنا إلها كما لهم عليها قال إنكم قوم تجهلون وإنها أعي متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله يرغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأكملناها بعشرين فتاة مميقات ربه ربعين ليلة وقال موسى لي أخيه هارو نقلفني في قومي وأصلق ولا تبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن ينظر إلى الجبل كين استقروا مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله تكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانا كتبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني استطيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أقيدك وكن من الشاكرين وكتبنا له كل الواحد كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دارا فاسق سأصرت عن آياتي الذين يتكبرون في اللغة بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها وإن يروا سبيل المشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الله يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا والقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عيلا جسدا له خوار ألم يروا أنهم لا يكلبهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقطت أيديهم وروا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغتلنا لنكونا من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غطبا ناسة قال بكس ما خلفتموني من بعد أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابنهم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشبه بي الأعداء ولا تدعني مع القوم الظالمين قال رب غفلني ولأقي وأدخلنا في رحمتك وأنت رحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سانالهم غضبهم من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المحترين والذين عبدوا الصيات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ للواح وفي نصفتها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا للميقاتنا فلما أخذتهم الرجل فتقال رب لو شئت أهلتكم من قبل وإيئي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إذ هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاقفل لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكي ويحل لهم الطيبات ويحذم عليهم الخضائف ويضو عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصره واتبعوا العمور الذي أنزل معه أولئك هم المفلح قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميع الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله المبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعل لكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق به عدل وقطعناه اثنتين عشرة أسباطا مماما وأوحينا إلى موسى باستسقاف قومه وان اضرب بعصاك الحجر فانبا جهسا منه اثنتين عشرة عينا وقد علم كل ناس مشكبهم وظلنا عليهم الغبن وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقتهم ودخلوا الباب سجدا نقل لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غيرا الذي قيل لكم تأصل عليهم بجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القنية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك ندلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم المتعيون أقوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما أنسوا أذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السماء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نذوا عنه قلنا لهم كونوا قرادة خاسئين وإذ تأذن ربك لا بعثا عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض ومن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فقال فمن بعدهم خلفوا ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب بأن لا يقول على الله إلا الحق درسه ما فيه ودار الآخرة خير للذين يتقون أفما تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وقال صلاة إنا لا نضيع واجر المصلحين وإن تقن الجبل فوقهم كأنه ذرة وظن وأنهم واقعون بهم خذوا ما آتيناكم بكوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم لست بربكم قالوا ما شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريتا من بعدهم أفاتهلكنا بما فعل البطل وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتبع عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغابين ولو نشئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وآبسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يقضل فأولئك هم الخاسر ولا قد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس له القلوب لا يبقهون بها ولهم أعين لا يرصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعاب بل هم ضلوا أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزعون ما كانوا يعملون ومن من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن لكيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما أخلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد قدرب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له واذره في طويانهم يعملون يسألونك عن الساعة أيان موساها قل إنما علمها عند ربي لا يجلها ليقضها إلا هو فقولك في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتتين يسألونك كأنك حتي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمن والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشى ذا حملت حملا خطيطا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكون أن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صابتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيئوا لكم إن كنتم صادتين ألا هم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يمطشون بها أم لهم أعين يرسلون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا ينصرون خذ العفو وهم بالعرف وعرض عن الجاهلين وإما ينزغونك من الشيطان نزهم فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الضي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبعوا ما يحاى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قري القرآن فاستمعوا له ومسدوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضروعا وخيفة ودون الجهر القول بالغدو والآصار وذاتكم من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك علي الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وصعوا ذات غير وعطي الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ادتلوا الله وجمت قلورهم وإذا دليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة مما رزرناهم ينفقهم أولئك هم مؤمنون حقا لهم رجلة نعيم عند ربهم ومغفرتهم ورزقهم كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكاره يجادلونك في الحق بعد ما تبينك أنما يساقون من الموت وهم ينظرون وإذ يعيدكم الله إهدى الطائفة بأنها لكم تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطنة ولو أخره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يبتكم بألذي من الملائكة وردفين وما جعله الله إلا بشبه التممين به قلوبكم ومن نصرين من عين بالله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم وعاسى أبنة منه ويوزل علي من السماء ما ليطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم لجد الشيطان ويربط على قلوبكم ويذبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة لأني معكم فذبت للذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعنات واضربوا منهم كل بنا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقك الله ورسوله فإن الله شديد عقاب ذلك فذوقواه وأن للكافرين عذابا من نار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنْوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفْرُوا زَحْفًا فَمَا تُولُّوهُ لَالْبَارُوا وَمَيْ وَلْوَهِمْ يَوْمَيْدِينَ دُبْرَهُ رَوْمَا مُتَعَذْبِكَ الْتِكَالِ وَمُتَعِيزًا لِلَا فِيئَةٍ فَقَدْ هَبَى بِغْضَبِهِ مِنَ اللَّهِ وَمَعْوَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَى الْمَصْرِ فَلَمْ تَقْتُلُونُهُ وَلَكِنَ إِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَا كِنْ إِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلْيُبْنِينَ مِنَهُ بَلَى حَسَنَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُهِنُ كَيْدِ الْكَاتْرِينَ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاهُكُوا الْفَتْحُ وَإِنْ تَانْتَهُوا فَهُوَ غَيْرٌ لَكُمْ وَلَمْ تُغْدِي عَنْكُمْ تِيَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ لَكَتُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَمْ مُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِعُوا اللَّهَ رَسُولُهُ وَلَا تَوَلُوا عَنْتُمْ تَسْمْعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمْعُونَ إن شر الدواء بعيد الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيه الخيرا لا سمعه ولو أسمعه وتغلوا وهم معرضون يَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا أَسْتَجِيلُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ يَجَادَ عَلَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَعَلَبُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيُّ بِيْنَ مَرْءٍ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تَخْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِذْنَةً لَا تُصِيبَ بَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِيطَابَ وَاذْكُرُونَ إِنَّ أَنْتُمْ قَلِيلُونَ مُسْتَبَعْثُونَ بِالْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَتُونَ نَاسُ فَآوَاكُمْ أَيْنَكُمْ مِنْ أَصْلِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنَوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالْرَسُولُ وَتَخُونُوا عَمَانَاتِكُمْ وَأَنَّ تُمْتَعَلَقُونَ وَأَنَّ مَا أَوَلُقُوا عَوْلَادِكُمْ فِيَدَّتُومُ وَأَنَّ اللَّهَ عَيْنَ تَمْبُوا عَجْرٌ عَظِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا Guinness فرقانا ويكفر عملكم سيئاتهم ويغفر لكم الله ذو الطضل العظيم وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك ويغنوك ويخلجوك ويمكرون ويمكر الله الله خير المعكدين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو ما شاء لقلنا نفلها هائل هذا إلا ساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إذا كان هذا هو الحق لتفاق علينا عجارة من السماء أو اتنام عذاب أبنين وما كان الله ليعدبهم أنت فيه وما كان الله ليعدبهم وهم يستغفرون وما لهم أن لا يعدبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياء هو إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديتهم فذوقوا العذاب وما كنتم تكفرون إن الذين كفروا وينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين يكفروا إلى جهنم يغشرون ليميز الله قبيث من الطيب ويجعلوا القبيث بعضهم على بعضهم فاركمهم جميعا فيجعلوا في جهنم أولئك هم القاسرون كل الذي يكفرون إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلفوا وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوا حتى لا تكون فنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله لما يعمل مصير وإن تولوا فعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير